بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح القداس الإلهي هو رحلة للسماء والوقت اللي بنقضيه في الكنيسة بنصلي القداس الإلهي هو وقت بنتقابل فيه مع الله شخصيا عشان يقدسنا ويطهرنا ونقضي معاه جزء ولو عربون من اللي هنشوفه في السماء وعشان كده القداس الإلهي عبارة عن أجزاء عبارة عن محطات كلها محاكاة عن قصة الفداء وخطوات ومراحل الفداء اللي عمله السيد المسيح للبشرية كلها يعني نقدر لو بصينا نظرة عامة على القداس نقدر نحط لنفسنا خمس ست محطات وتكون معبرة عن قصة الفداء أو محاكاة للفداء اللي أتمه السيد المسيح على الصليل محطة الأولانية هي رفع البخور ودي تمثل محطة الاستعداد وتهيئة القلب لقبول المسيح الفادي بعد كده نخش المحطة التانية اللي هي صلوات الأجبية بنسترجع فيها نبوات اللي حصلت أو اللي تقالت في الكتاب المقدس وبالأخص في سفر المزامير عن المسيح الفادي نسيب المحطتين دول ونخش في رحلتنا للمحطة التالتة في القداس نلاقي تقديم الحمل جزء مهم من أجزاء القداس وتقديم الحمل بنفتكر فيه أحداث الميلاد كيف تجسد الله كيف اتخذ الله جسدا عشان يتمم عملية الفداء وبعدين محطة ربعة بنسميها تعميد الحمل لما بنا بيعمد الحمل أو بيخسل الحمل بالمية من كل الجهاد فبنفتكر في المحطة دي معمودية المسيح الفادي وبداية خدمته الجهرية بداية كلامه وتعليمه ومعجزاته والتلاميذ اللي اختارهم عشان يكملوا مسيرة الكرازة بعد كده المحطة الخمسة اللي احنا بنسميها قداس الموعوظين القريات اللي بنقراها في القداس الإلهي ده بقى نقدر نقول انه هو محطة عرض تعاليم السيد المسيح الفادي وإقراءة في الكلمات اللي علمنا بيها وننتهي بالمحطة السادسة في رحلة القداس الإلهي اللي احنا برضو بنسميه قداس المؤمنين وده بقى بتكون محطة العشرة مع المسيح الفادي واللي بتنتهي بالاتحاد بيه هو شخصيا من خلال سر التناول أو من خلال التناول من جسده ودمه الأقدسين وإحنا في رحلة القداس الإلهي هنبص نشوف أو نلاحظ إن فيه كلمات بتتكرر على مدار القداس بتتكرر كتير فيه على أقل تلت كلمات بيتكرروا في القداس كتير الكلمة الأولانية إريني باصي أو السلام للكل دي بقى بشرة الخلاص وأصروا فينا الخلاص اللي تممهن السيد المسيح على العود الصليب البشرة بتاعته إن احنا يبقى عندنا السلام تفتكروا الملايكة قالوا إيه يوم ميلاد السيد المسيح للرعاة المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وفي الناس المصرة فكل مرة بنحضر القداس نسمع أبونا كتير يقول لنا إريني باصي السلام لكم لأن دي بشرة الخلاص وأصر الخلاص في نفسنا الكلمة التانية كيريا ليسون أو يا رب برحم ودي طلبة الغفران كنتيجة للخلاص سيد المسيح اتصالب على العود الصليب وأتم الفداء والخلاص عشان يدينا إحنا الغفران هيديني مين؟ هيديني اللي بيطلبه فإحنا طول وإحنا وإحنا وقفين في القداس بنصلي بنقول له يا رب برحم بنقول له كيريا ليسون وبناء على المبدأ اللي حطهن السيد المسيح اسأله تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم فإحنا بنستغل وقت القداس الوقت اللي فيه السماء مفتوحة على الأرض وبنطلب منه كتير قوي ونقول له يا رب برحم أو كيريا ليسون الكلمة التالتة المقررة كتير في القداس كلمة أمين نلاقيها كتير في النص بتاع القداس نقدر نعتبر دي اعتراف بحقيقة حدوث الخلاص احنا خلاص المسيح تصلب عشان يخلصنا وده حصل فعلا وإحنا بنؤمن بهذا الخلاص اللي قدمهنا السيد المسيح فاعتراف بحقيقة الخلاص وما يحمله من حقائق إيمانية بقى زي التجسد والصليب كل دي دخلة في كلمة أمين أنا لما بقول أمين كتير في القداس باعترف بتجسد المسيح وبخلاصه على عود الصليب وعمته وصعوده إلى السماء كمان إذا كان القداس في حركات تقصية كتير بتتعمل على مدار القداس لكن نقدر نقول أن أكتر حركة تقصية بتتكرر في القداس هي إيه تفتكره رشم الصليب أكتر حركة تقصية في القداس هي رشم الصليب رشم الصليب إذا كنا بنقول أن القداس هو محكاة لقصة الفداء والخلاص فرشم الصليب هو تعبير عن هذا الفداء وهذا الخلاص وعشان كده بنكرره كتير في القداس مجرد أن أنا برشم الصليب هو تعبير وإكرار بعقيدة التسليس والتوحيد بقول باسم الآب والابن والروح الكدس والإله الواحد أمين فأنا بكر أن الله واحد مسلس الأقانيم كمان لما برشم الصليب تعبير وإكرار بعقيدة الدجسد وإن أكنوم الإبن نزل من السماء لبطن العذرة وأخذ منها جسد خاص عشان يخلصنا باسم الآب فوق الإبن على البطن كده إن المسيح تجسد في بطن العذرة علشان يخلص البشرية والحاجة الثالثة في رشم الصليب هو تعبير وإكرار إن خلاص المسيح نقلنا من التدبير الشمالي إلى اليميني بنقول والروح الكدس نقلنا من الشمال إلى اليمين نقلنا من الجحيم إلى الفردوس فوإحنا وقفين في الأداس بنرشم الصليب كتير عشان هذه العقائد تبقى رسخة فأي واحد بسيط يبقى مجرد رشمته للصليب عارف إيمانه وعارف عقدته بنقرر كلام كتير إحنا نؤمن إن هو له معنى في الأداس وبنمشي في محطات الأداس عشان كلها بنحاكي بيها قصة الفداء وقصة الخلاص اللي أتمه السيد المسيح على الصليب كلامنا عن معاني الأداس لسه مخلص لكن خلونا بنعمة ربنا نكمل الحلقة الجاي أما إلى هنا فقد أعاننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر من مشكلفه